أكد وزير الخارجية سامح شكري أن استعادة تابوت الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية تمثل حلقة جديدة في سلسلة نجاحات وزارة الخارجية لاستعادة إرث مصر الحضارية جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزيرات خارجية والسياحة والأثار بمناسبة تسلم مصر تابوتا أثريا من الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بحضور القائم بأعمال استفارة الأمريكية بالقاهرة إن استعادة التابوت الأخضر وعودته إلى أرض الوطن تمثل حلقة جديدة في سلسلة نجاحات جهود وزارة الخارجية في حماية إرث مصر الحضاري وانعكاسا لروح التعاون التي جمعت مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال حماية الممتلكات الثقافية واستعادة الأثار المهربة وهو التعاون الذي تم تعزيزه بالتوقيع على مذكرتي تفاهم في عام 2016 و2021 لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية ووضع إطار قانوني للتعاون في هذا المجال